نهاية كأس العالم اللعب الأحد لكن ما زال طبعا العنوان الأول في المنصات فجرا وصل حامل اللقب المنتخب الأرجنتيني لبلاده كان الاستقبال الحافل وحاشد طبعا رغم أن الشمس حتى ما كانت طلعت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن دقائق كمان وصل المنتخب لوسط العاصمة للاحتفال مع الجماهير طبعا هذه صور مباشرة الآن من وسط العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيروس وطبعا بحسب الإحصاءات الأولية يبدو أنه في 100 ألف مشجع مجتمعين هناك لتحية المنتخب الأرجنتيني اللي فاز للمرة الثالثة ببطولة كأس العالم وهذه المرة فاز على فرنسا طبعا في احتفاء خاص بمسي وفي تقدير خاص لمسي خصوصا أنه هذا الإنجاز يعد إنجاز كبير بالنسبة له شخصيا وعلى مستوى طبعا أيضا المنتخب الصحفة الأرجنتينية اليوم كلها بتتحدث عن مسي وبتشكره وطبعا أيضا بتتحدث عن وتشيد أيضا بالمنتخب وطبعا في هذا الموقف كمان أيضا ما ننسى يعني لو الصور كانت دخلت زوم أكتر كنا حنشوف أيضا أنه في كثير من اللي واكفين حاملين صورة مارادونا الحاضر الغائب في هذا الإنجاز فطبعا الصوره ظهرت في الاحتفالات محمولة وأيضا حتى في على الصحف وكما خلينا بس نتذكر أنه اليوم كان في إجازة رسمية أو أعلن عن إجازة رسمية في الأرجنتين احتفاءا بهذا الإنجاز على المنصات ومع الفيديوهات في صور كثيرة كمان متداولة وبتعكس الفرح والنصر والمراسم الاحتفالية بالمنتخب الأرجنتيني ومثل ما قلت لكم مشاهدينا تحديدا مستي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة